يقول الأعراس في بلدنا النساء في صالة مفصولة والرجال كذلك في صالة مفصولة والنساء يستعملن الدفوف وهناك تصوير بالفيديو والفوتوغراف ما حكم ذلك أما فصل النساء عن الرجال كل في صالة هذا شيء طيب وهذا هو الواجب وضرب الدفل للنساء هذا أيضا مستحب ومأمور به شرعا وأما التصوير فهو حرام حرام ومنكر ألا يجوز التصوير مطلقا وفي حفلات الزواج تصوير النساء أشد فيمنع هذا المنكر نعم